فلا تنتهكوها حاجة الثالثة بقى المساحة الثالثة هي مساحة السعة مساحة المسكوت عنهم مساحة الرحمة اللي قدامي ده في غاية التوازن تجعل الإنسان في غاية التوازن ليه تجعل الإنسان في غاية التوازن؟ لأن الإنسان لما يعيش في هذا المربع يعيش في إيه؟ يعيش في مساحات كل حياته موجودة في مساحة من المساحات دي فهو إما إما بيتعامل مع فرد أو بيتعامل مع حد من حدود الله أو بيتعامل مع حرام أو بيتعامل مع مساحة كبيرة اسمها مساحة المسكوت عنه اللي هي أشياء ربنا سكت عنها ليس عن نسيان ولكن رحمة بنا والمساحة دي مساحة المسكوت عنها هي مساحة المباح الواسع ده اللي ربنا سكت عنها عشان نقدر تستمر الحياة مساحة المسكوت عنه دي ما يحتاجين نتكلم عنها مساحة المسكوت عنه في الشريعة هي مساحة ليست مساحة مهملة ولكن مساحة السكوت عنها مقصود الحديث بيقول لنا كده وسكت عن أشياء رحمة بكم رحمة لكم غير النسيان يبقى المساحة المسكوت عنه ده مساحة ملها مساحة ليست مهملة وليست منسية ولكنها مساحة ليه؟ مساحة وسع لأن الرحمة تأتي من الوسع ربنا موسع علينا موسع علينا إيه؟ موسع علينا عشان كده عشان نعرف الوسع ده ممكن نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حضرت النبي قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم يعني مماتي خير لكم مماتي خير لكم إن أنا سأظل نبيا وسأظل ماذا؟ رسولا يا بي أنت أمي يا رسول الله فلما أظل نبيا وأظل رسولا ستظل رحمتي يعني إيه ستظل رحمتي؟ أقول لك حاجة مهمة عشان بعض الناس قد لا يفهموا فكرة إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل ما بقاش في تكليف لا حضرت النبي لما انتقل ما زال رحمة للعالمين يعني ما زال رحمة للعالمين؟ هو ما زال حضرت النبي حضرت النبي ما زال هو رسول صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى حياة برزخية لكن هو ما زال رسولا وما زال رحمة للعالمين وما زال نوره موجود في الكونين ولذلك ما بين بيتي ومنبري بين قبري ومنبري روضة من رياض الجن يعني إيه أنواري حاصلة أنواري موجودة وإن انتقلت أنا إلى الحياة البرزخية طب ده معناه إيه إن حضرة النبي ما زال رحمة فمحدش يجي يتعدى ويقول إن اللي سكت عنه حضرة النبي ده أنا هفسره على مراد حضرة النبي سكت عن أشياء إيه اللي حاصل؟ للسعة للرحمة وعشان كده كان أحد العلماء لما جيه كان يصنف كتاب كان عايزة من كتابه كتاب الخلاف قال له لأ سميه كتابه إيه؟ السعة فالرحمة فالسكوت هنا عشان الرحمة ليه؟ لأن لو كل شيء تم الحديث عنها أول شيء إحنا مساحة الوسعة عتقل ليه مساحة الوسعة عتقل؟ لأن كل حاجة هيبقى ملتزم أنا بما أمر به الله وربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لي هذه مساحة إباحة مساحة وسعة مساحة سعة مساحة أن ربنا أكرمك مش حضرة النبي إنما أنا رحمة مهدى فربنا جعل الجزء من السكوت ده هدية من الله للمؤمنين موسيقى